الجميع لديه أسراره بعضها مميتة أكثر من الأخرى كان والدي بطلا اعتقدت دائما أنه سيعود إلى المنزل سالما لقد أصبت بالقشعريرة وأحسست بشعر رقبة يقف كان لاعبين جاهلين مارفين كيسي ولوري كوفاك وذلك كان لأكثر من عشر سنوات في لعبة القاتل السادية كان لا يملك أي تقدير للحياة البشرية كنت خائفة حتى الموت عصر كامل مر بوجود خطر مستمر لدي مسدس وهذه الحقيقة المرعبة ستظل تطاردهم لبقية حياتهم قبل أن نواصل في هذا الوثائقي ندعوكم لدعمنا وتشجيعنا من خلال الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات في خريف عام 1984 عند غروب شمس جنوب باسادينا كاليفورنيا حين أعطت المجال للظلام الدامس كان الظلام شيئا مرعبا تماما حينما حل بشكل كامل معرض السندياني 452 جنوب باسادينا استجيبوا جميعا جون من قسم إطفاء إغلاندي الأبعد عن المكان كيلومتر محقق النيران جون أور كان من أول الذين قاموا بالرد ولقد كانت هذه النار لا تشبه أي شيء رآه من قبل بداية النار انتشرت من جانب الموقع إلى الجانب الآخر خلال خمس دقائق تقريبا كان مغزن التجهيزات مفتوحا للعمل كانت هناك مواد الدهان والمواد القابلة للإشتعال والتي ساعدت في استعار النيران ما أدى إلى انتشارها بشكل كبير حتى السقف المقاوم للحريق خلال دقائق بينما كان رجال الإطفاء الذين كانوا أول من استجاب يحاولون إنقاذ أي شخص عالق فقد كان تركيز جون على تحديد إن كانت هذه جريمة كان الجميع يرى جون على أنه أفضل محققي الإطفاء في جنوب كاليفورنيا قسم الحرائق 1129 جنوب معرض السنديان بينما كان يبدأ بالتحقيق تم الإعلان عن وجود حريق آخر في مكان قريب وهذا دليل على أن الأمر متعمد وإن كان الأمر متعمدا عادة مشعلي الحرائق يميدون إلى البقاء في نفس المكان ليشاهدوا حرائقهم التقطت جون مجموعة صور ليس فقط للنيران بل للحشود الموجودة وحينها إن نظرت إلى تسلسل الحرائق قد تجد نفس الشخص عند كل حريق وهناك احتمال بأن يكون هو المشتبه به رجال الإطفاء حاربوا ألسنة اللهب لساعات نتيجة هذه الحرائق لم تكن أقل دمارا أبدا وكان الجميع أجمع على أن هناك أربعة أشخاص قد قتلوا بهذا الحريق كارولين كراوس وجيمي ستينة مع زبونة أي دا ديل ومعها حفيدها ماثيو ترويدل إن الجدة وحفيدها كانا على بعد حوالي ما يقارب العشرة أمطار من المخرج عندما التهمتهما النيران إنها من أكثر طرق الموت وحشية يقولون إن السبب كهربائي مستحيل استعارت النار بسرعة وهذا الحريق الثاني إنه انحرف تقليدي وهو متعمد عندما ينتهي هذا التحقيق سيكون هناك أربع جرائم قتل تذكر هذا كانت جون مسرا بأن الحريق الأول كان متعمدا أي أن لدينا كنبلة موقوطة وعلينا التعامل معها يجب أن نحذر خلال الأيام القليلة التالية تم تمشيط منطقة الحريق كاملة ولكن لم يتوصل المحقق إلى شيء ليثبت أنه كان جرما متعمدا من صنع مجرم مع ذلك لم يصدق المحقق جون أن حدسه كان مخطئا والدي كان بطلا عظيما ولكنه كان مدمنا على العمل لقد كان يعمل باستمرار طوال الوقت يمكن القول كان مهووسا بالنيران هل من أدلة؟ لا، ولكن سنمسكه كان لديه جدول غريب لقد كان يعمل كل ما باستطاعته من أجل حل القضية على أكمل وجه شارين كانت زوجة أبي وكانت الثالثة ولقد كنا كعائلة متفقين معها ومتحبين مع أولادها كان رومانسيا جدا شخصيته جميلة جدا وساحرة يحب فكرة كونه هو المنقذ وكان موجودا لأجل في أي وقت لقد قرأت أفكاري هذا فضيع جدا لا يجب عليك رؤيته أكره فعل هذا حقا علي الذهاب لن أتأخر يناير عام 85 مرت أربعة شهور نظرية جون بوجود مفتعل وراء الحريق لفتت انتباه الكثيرين بعدها كان هناك حريق ثاني وهذه المرة كان في متجر أولي لكن هذه المرة تم أخماد النار قبل أن يكون هناك ضحايا لم يكن الحظ الجيد الوحيد الحاصل في هذه المرة كنا مزودين بأداة الحريق وهي سجارة وورق أصفر مبطن وكان موضوعا في رغوة البوليوريثان لذلك كان من الواضح أن هذا الحريق على الأغلب كان متعمدا حسب التحقيق كانت الحرائق تشتعل في المحال خلال ساعات العمل أثناء تواجد الزبائن بمعنى عندما تشعل الحرائق في الأماكن العامة والتي يتردد عليها الناس فمن الواضح أن هناك خطر أن يموت أحدهم هذا الشاب يعلم ما الذي يفعله إنه يعرف كيف يشعل حريقا يقود المحققين إلى فوضى نعم هكذا يبدو الأمر كانت جان محققا في الجرائم المفتعلة وفي قسم الشرطة اختاروا المحقق داق كي يصبح فريقا مؤلفا من شخصين لكنني لم أعرف بشكل كاف أمضي سنوات طويلة سويا لكن كان لدي انطباع بأنه لم يكن يحب جان جان كان مقتنعا بوجود مفتعل لهذه الحرائق وكان يريد أن يخبر الجميع بهذه النظرية أولا مستوى البراعة ثانيا حرائق التموية نعم إنه ملفت لكن ضعيف جان لم يكن يحب أن يخالفه أحد في الرأي أيضا لم يحب أن يقال له لا وهذا السبب أدى إلى عدم الاتفاق بينه وبين شريكه خلال السنوات الثلاثة التالية مئات الحرائق المماثلة تم إشعلها في جنوب كاليفورنيا جون وداق لم يستطعا أن يقترب من إيجاد الرجل الذي يرعب مجتمعهم الذي يبدو كأنه يستهزئ بهم أكثر فأكثر في كل يوم فريزنو كاليفورنيا يناير عام سبعة وثمانين بدأ كل محقق حرائق في الولاية يأخذ هذا الشاب على محمل الجد بما في ذلك المحقق القادم بتشوق مارفن كيسي أشعر وكأني كنت محقق حرائق منذ ولادتي هذا الأمر خلق معي بدأت كرجل مسؤول عن الخرطوم في قسم الإطفاء وشققت طريقي لأصبح قائدا وتقدمت لأصبح محقق حرائق مع وجود مفتعل حرائق طليق حضر مارفن اجتماعا للمحققين لمعرفة أخبار القضية براين مجتمع المحققين حقيقة كان شديد التماسك دائما لأنهم ليسوا فعليا رجال شرطة وليسوا أيضا رجال إطفاء وكأنهم مثل الرجل الذي لوطن له جون شخص رائع كان زعيم محقق الحرائق كنا نعتبره مثالا وقد ساعدني في الحصول على تصريح كما تعلمون أحقق في الاترابات الأخيرة في تلك الحرائق المفتعلة شديدة الخطورة التي تحدث هنا في جنوب كاليفورنيا بما في ذلك حادثة قتل فيها أربعة أشخاص هنا يؤدي حادث لفقدان أرواح عند نشوب الحريق عند ذلك طريقة التحقيق تتخذ طريقا مختلفا الرجل الذي ترونه أمامكم خطير جدا إنه قاتل مدرب وإن لم نتمكن من تقدم عليه سيموت المزيد من الناس إن الشخص الذي كنا نبحث عنه كان شديد الخطورة كنا نريد أن نبعده عن الشارع ولكن بينما بدأ مارفن بالبحث عن المشتبه كنت أظن أنه بإمكاني رؤية بسمة إصبع حرفيا لم يستطع إقاف نفسه أصبح القاتل يقتل بدفعا شخصي ذهب إلى حجرة القفزات وسحب منها مسدسا أرعبني حقا في حينها لثلاث سنوات كانت هذه الحرائق المفتعلة تعيث فسادا في كاليفورنيا الجنوبية جون كبير خبراء الحرائق في هذه المنطقة كان الشخص المختار القادر على العطور على هذا الشخص المجرم يظن جون أنه قد يكون هناك قاتل متسلسل كان أمرا معتادا أن يكون هناك قاتل وهو الذي يشهد الحرائق كان تيد باندي دائما ما يشهد الحرائق عندما كان شابا خريف عام 1987 جون لم يكن الوحيد الذي يعمل على هذه القضية كل محقق حرائق كان مهووسا بالعطور على مفتعل هذه الحرائق وهم على استعداد للمخاطرة بكل شيء لفعل ذلك دوغ دوغ ماذا تفعل هنا؟ أما على الصعيد غير الرسمي كانت علاقتهم معقدة ثم اقترب من عربتي كنت أفكر من هذا؟ هل هو شريكي؟ هو قال قلت لنفسي أن آتي إلى هنا لأفتش في الأشياء كونه لم تحدث حرائق في هذه الأيام وأنا قلت نعم لذا أنا هنا إنها صدفة غريبة كنا بحاجة أن نحاول إيجاد شخص ما ليساعدنا في الحصول على دليل نريد أن نتعرف على مفتعل الحرائق لقد عدت؟ والآن أصبحت خيوط العلاقات المتشابكة تمتد إلى منزله مع مرور الوقت أصبحت زوجته الثالثة شارا في قلق مستمر حسنا تفوح منك رائحة دخان ليس لديك فكرة عن الحيوان الذي أتعامل معه إلى كل الوحدات الرجاء الاستجابة وبأسرع وقت علي الذهاب جون حبيبي تبخى الحذر لا تقلقي هذه القضية كانت تزعج جون كنت قلقة عليه لأنه كان وقتا عصيبا لقد اعتقدت حقا أن أبي كان محققا ذكيا جدا وكان جيدا بالشيء الذي يقوم به وأنه سيعود إلى المنزل سالما بعدها عام 78 انتشر الخطر لساعتين إلى شمال مقاطعة بيكرس فيلد كان محقق الحرائق مارفين موجودا مركز إطفاء الحرائق فلتستجب الوحدات الحريق الذي حصل في محل الحراف بدأ بالاشتعال حوالي الساعة الثانية بعد الظهر موظف في المتجر رأى النار وتمكن من إخمادها لذا لم تتمكن فعليا من الاشتعال وتمت السيطرة عليها فورا كان ضرر إخماد الحريق أكبر من ضرر الحريق رأيت هناك ما تعرفت عليه كدليل مؤكد على الفاعل أعواد ثقاب ملفوفة حولها قطعة من الورق المبطن مربوطة بعقب سجارة تستغرق ربع ساعة حتى تشتعل ويهرب الفاعل معك مارفين لدينا دخان نيران حينها تلقيت مكالمة بحصول حريق آخر أيضا في متجر حرف أيضا على بعده الثلاثة كيلومترات وكلهما مفتعل ويبدو أنه مشتبهنا ترجمة نانسي قنقر كان من النادر جدا أن ترى أداة متبقية كنت أعتقد أنني سأتمكن من رؤية بصمة يا له من ماكر مارفين كان مقتنعا بأنه وجد شيئا يمكنه العمل به لدي أقو سجارة ورق مبطن أصفر فقمت بتسليمها إلى قسم الأسلحة والكحول والتدخين وعندما عادت كان القسم قد وجد أن هناك بصمة على الورق الأصفر المبطن لكن لسوء الحظ البصمة لم تتوافق مع أي واحدة في قاعدة المجرمين ولكن مارفين كان لديه نظرية كان لدينا مؤتمر في فريزنو وهناك محل كان قد احترق تماما وبعدها أي بعد نهاية المؤتمر التالي كان لدينا حريقين هنا في بيكرسفيلد في ذلك الحين خلجني شعور بأن فاعل هذا الحريق كان شخصا موجودا في المؤتمر درست التقارير وأخرجت الخريطة ووضعت أسهم الصغيرة ومؤشراتي على الخريطة وكان مجرد حدس كنت أتبعه وكان يعود ويقول لي إن الفاعل محقق حرائق هل ستريني شيئا؟ نعم سيدي تفضل هذه القضية أصبحت شخصية جدا بالنسبة إلي لأنني أظن أن الفاعل واحد منا لقد كنت أتحقق للتو من جميع الحرائق الحاصلة في المنطقة ودائما كان يوجد شيء واحد مشترك كان هناك خمسة مؤتمرات للمحققين أعلم أنك تظنني مجنونا الفاعل محقق حرائق هذه القائمة بكل الذين حضروا وخفضتها إلى خمسة وخمسين إسما لقد كان يسافر وحيدا مؤكد مرة ببيكرسفيلد من أين أتيت بهذه القوائم؟ ATF وماذا قالوا؟ يظنون أنني مجنون انتبهما ما حدث أبقي عينا على هذا حاليا نعم سيدي في مجتمع محققي الحرائق والذي هو صغير حتى ذلك السر الذي تحرص عليه سيتسرب بطريقة ما باسيفيك جروف كاليفورنيا وإن حدث ذلك فإن مارفن كان يخاطر بمهنته وبسمعته وقد يخسر كثيرا إنه من الصعب جدا عندما تشك بشخص بأنه هو من يقوم بإشعال الحرائق إنه صعب جدا هؤلاء الأشخاص جيدون ويساعدون الناس ولا يؤذون الناس مراين مارفن مر ما يزيد عن أربع سنوات منذ الحريق المميت الذي بدأ هذا الأمر برمته ومحقق الحرائق في كاليفورنيا اجتمعوا في مؤتمر آخر وتم اختيار جون لاستعراض الدليل الذي يملكه على الحريق المتسلسل الذي أساء لسمعة المنطقة في هذا اليوم أود أن أطلعكم على طرق التي كنت أستخدمها في تحقيق الجاري وسترون ما هي النتائج خلال السنوات السابقة التي كنت أعتمدها لقد مرت علي بعض الضقائق فكرت حسنا قد أكون أخطأت في هذا ربما كنت في المكان الخطأ ولكن كما تعلم يجب أن أفكر وأن لا أتوقف عن التفكير أنا لا أعلم أي شخص آخر كان يعلم احتمال أن الفاعل يمكن أن يكون من المحققين إن هذا رجل سيقتل مرة ثانية لا يمكنه إيقاف نفسه التاسع من مارس عام تسعة وثمانين بينما كان مارفن عائدا من المؤتمر كان يحارب من أجل أن يحافظ على حله حرقان كبيران في أتاسكاديرو نداء إلى وحدات المقاطعة هذا هو التوقيت والمؤتمر محققوا الحرائق هذا ملائم لابد أنه شخص كان في المؤتمر مايك حدث الأمر اتصلت بمايك متاسة من الـ ATF كان المؤتمر صغيرا وتمكنت من تخفيض قائمة المشتبه بهم كان لدي الخمسة وخمسون إسما وأعدتها الـ ATF لكن عندما خفضتها إلى عشرة فكرت بأن هذا جيد إذ لدي شخص وأظن أنه واحد من هؤلاء الأشخاص هيا أطلق التحقيق سنجد بصمات أصابعهم لدي طلبات توظيفهم رائع الآن سوف نصل إلى نتيجة لقد كان مجرد حدث سماوي وكنت محق بالنسبة لمحقق الحرائق جون كان توتر هذا التحقيق يسبب له في هذه الأثناء إحباطا لم يعد قادرا على إخفائه هل ما زلنا سنذهب إلى التخييم في العطلة؟ أبي كان الراديو دائما يعمل في السيارة حتى يتمكن من الاستماع إلى حركة الشرطة التي تحدث وكان هذا الحال دائما أكان أثناء العمل أو خارجه جزء من كونه محقق حرائق كان يسمح له بحمل المسدس ويسمح له بالحصول على راديو خاص بالشرطة في سيارته أي في سيارة الحرائق ماذا لدينا هنا؟ إن بطحي أرضا وابقي هناك حتى أعود لقد خفت حتى الموت لم أعلم ما الذي كان أبي ينوي فعله بذلك المسدس رخصتك لو سمحت كنت أجلس هناك وأنا أرتجف وأتساءل ما الذي سيحدث بعدها أعاد المسدس إلى حجرة القفازات ولم يقل كلمة حوله لم أكن أعلم نوع الضغوطات التي كان يتعرض لها كان بإمكانه أن يخفي كل شيء ما حصل بعدها يكشف لزوجته شارن الحقيقة البشعة عدت إلى المنزل وكل شيء اختفى كان مهووسا للغاية بعمله ذاك لقد وضع كل شيء في ذلك الاتجاه لكن ليس زواجنا وأنا لا أستطيع إخبارك كم كان الأمر مدميرا وقاسيا بأنه فجأة يتم التخلي عنك حينها شعرت بالضعف وأجل شعرت بالخوف لا أظن أنني شعرت هكذا مطلقا في حياة راشدة قبل هذا اليوم ولكن تصرف جون لم يكن يؤثر على شارن وحدها زوج أمي كان ظالما جدا بالتعامل معي ومع أختي أيضا كان يؤدبني بطرق غريبة وقاسية للغاية كالوقوف أربع ساعات متتلية في زاوية الغرفة وقام فعليا بكسر باب غرفة نوم أختي باستخدام المطرقة وحينها كانت تلك النقطة التي كسرت صمتي وجعلتني أفكر في التكلم وأصارح والدي وفي تلك النقطة فكرت أنه سوف ينقذني أقصد أن ينقذني ويحميني من ذاك الموقف انتظرت وانتظرت طويلا ليأتي والدي ويفعل شيئا ما ولكن لم يحدث أي شيء ويمكنني القول بأنها كانت تلك المرة الحقيقية الأولى التي يخذلني فيها والدي البطل مفتعل الحرائق كان يشغل بال الجميع لكن لم يكن هناك أحد متحضر لهذا التصعيد ففي الماضي كان شره يقتصر على المباني الفردية أما الآن أصبح يستهدف مساحات من الأرض عندما كنا في الخارج للتخييم اشتعل حريق كان هناك حريق في روس أنجلس بالقرب من منزلي كنت أعيش على جانب تلة كبيرة وكان هناك حريق ضخم على ذاك الجانب من التلة وكنا نطلق الجمارات وكانت جمارات حية على جانبي الطريق كانوا قد تأكدوا من أنه تم إشعلها عمدا الحريق أخاف شرا كثيرا شعرت أن النار كانت تقترب وكانت هذه البداية فقط في منتصف الليل كنت وحيدة مع بناتي الثلاث كنت أرى خيال رجل من الخارج وكنت أسمع نقرا على زجاج الباب جون كان اشتر لي مسدسا كان ستانلي سستيل قياسة 22 وقفت خلف الجهة الداخلية للستارة وحملت المسدس مرتجفة من رأسي حتى أصابع قدمي أفكر أن هذا الشخص يمكنه بسهولة أن يكسر الزجاج وأنه إن تمكن مني فبناتي ليس لديهن حماية لدي مسدس لم أكن أملك الشجاعة أبدا لسحب الستارة حينها كنت أرتجف بشدة ودموعي كانت تنهمر على وجهي ولم أكن حتى أدري بذلك كنت أقف هناك أرتجف خوفا وأصلي أن يذهب ذاك الشخص بعيدا أقولها فعلا أرعبني ذلك تماما ربيع عام تسعة وثمانين مارفين مقتنع بأن القاتل هو أحد منهم وبينما كان ينتظر أخبارا عن البصمة التي وجدها كان يحاول تقلص قائمة المشتبهين بهم رأيت داك متواجدا في أحد المؤتمرات لكنني لم أره في المؤتمر الأخير جون أخذني إلى أول مؤتمر وقام بتقديمي إلى الجميع وبعدها قال أنه يريد الذهب إلى باقي المؤتمرات وحيدا لأنه لم يظن أنه من الجيد أن نغادر كلان البلدة ونترك الحصن اتأف اتصلوا بي وأعلموني أنهم لم يعلموا صاحب البصمة ورجال العشرة تم رميهم خارج الباب انتهى ذهب كل شيء شككت بنفسي أظن أني قد أكون أخطأت في هذا استعرض الناس الرد السلبية للبصمة وكأنهم يقولون أترى ذلك؟ أخبرناك أن مارفن مخطئ وليس واحدا مننا من يفعل ذلك بينما نظرية مارفن تختفي في الدخان مفتعل الحرائق يأخذ الأشياء إلى مستوى جديد حريك الجامعة كان من أكبر الحرائق التي حصلت في تاريخ جلنديل تسبب الحريك بأن يقوم ألاف الأشخاص بإخلاء منازلهم تجنبا لخطر الموت كانت تجربة مروعة فعلا وهي تضحكهم حتى يومنا هذا بأعجوب لم يقتل أحد ولكن نية القتل كانت واضحة جون يتحدث إلى الإعلام محاولا تهدئة العامة لدينا خيوط قوية جدا وبعض هذه الأدلة تتوافق مع هذا الشخص وتربطه بالحرائق إن هذا الشاب يزداد تحورا ويزداد خطورة بشكل كبير كان الخطر قائما بأن هذا الشخص سيقتل مجددا عندها تم إعطاء نظرية مارفن حياة مجددا بيكرس فيلد كاليفورنيا السابع عشر من أبريل عام واحد وتسعين لديكم دليل على البصمة من هو؟ مارفن، أهناك أحد غيرك لديه هذا الدليل؟ لا أحد قلت ماذا لديك؟ سوف نخبرك ولكن هناك شرط رئيسي لا يمكنك أخبر أحد حول هذا العمر فاحص البصمات عندما أعاد النظر فيها مرة أخرى انتبه بشدة إلى أنه قد أخطأ وقد أغفل جزءا مميزا من تلك البصمة البصمة مطابقة لجون أور أذكر أني قد أصبت بالقشعريرة وشعرت بالشعر يقف على مؤخرات رقبتي عجبا يا رجل لقد كنت فخورا بأن النظريتي كانت صحيحة وصائبة كان محقق حرائق كان مارفن أول من حل القضية كان واحدا منا شخص أحترمه بشدة هسنان دعونا نزعيد عن الطريق بصمة جون في جريمة قتل من أحد الحرائق الفاشلة ليست كافية لاعتقاله بعد أن وجد الـ ATF البصمة بدأوا بوضعه تحت المراقبة جلنديل كاليفورنيا الثالث والعشرون من نوفمبر عام واحد وتسعين وضعوا الجهاز تعقب على سيارته وكان يقود دائريا حول مدينة جلنديل وعلى بعد حوالي نصف الطريق من تلك النقطة خمس دقائق بعد مغادرته المنطقة إلى جميع الوحدات هناك حريق في طريق سيارات سينت أغستين جهاز التعقب لم يتمكن من تعقبه ولكن لديهم الدليل بأنه كان يقود هناك قبل الحريق بدقائق بعد سبع سنوات وحرائق لا تعد كانت السلطات تقترب أكثر لكن جون لم يكن قد انتهى نظرت إلى شاشة التلفاز وكنت في ارتباك تام المفهوم الكامل لحياته السرية كان مرعبا هل سيطلق النار علي؟ هذا محتمل سبع سنوات على تحقيقهم في الحرائق المتسلسلة والسلطات تلاحق محقق الحرائق المشهور جون هم يعتقدون أنه مسؤول عن ألاف الحرائق وعلى الأقل أربع وفايات جلنديل كاليفورنيا الثالث والعشرون من نوفمبر عام واحد وتسعين كان هناك حريقين في ذات اليوم إلى جميع الوحدات لدينا حريق ثاني في طريق قيادة هل دايل انطلق إلى مكان الحريق الثاني قبل أن يتم الإعلان عنه ما دل على أنه من قام بإدرامي الحريق كانوا قلقين بأن يقتل شخصا ما لذا قاموا باعتقاله كنت مع صديقي في ذاك الوقت وقال لي والدك على التلفاز وقلت له ليس غريبا أنه في غالب الوقت على التلفاز وقال لا أظن أنه عليك حقا رؤية هذا نظرت إلى شاشة التلفاز وكنت في ارتباك تام وجهه لم يكن لديه أي تعبير قبل أن يعتقل والدي كان بطلا كما العادة لذا كان انتقالا كبيرا بنسبة إلي أن يتم اعتقاله لافتعال الحرائق لقد كانت صدمة ضخمة عندما فتش وكلاء اي تي اف منزلت جون وجدوا هناك مئة الصور لحرائق يبدو أنه من أضرمها ولكن الدليل الأكثر قطعية كان الرواية التي يقوم بكتابتها عن مفتعل الحرائق والذي هو في الوقت نفسه محقق حرائق لم أكن أعلم أن لديه موهبة الكتابة وأنه قد كتب رواية كاملة من الواضح أن هذه كانت حياته في قوقعة وضمن صفحات ذاك الكتاب قمنا بالتأكد من الحرائق التي كانت مذكورة في الكتاب ووجدنا أن الأغلبية العظمى منها كانت حقيقية وفقا لكتاب والدي الذي قام بكتابته والذي يفترض أن يكون من نسج خياله ولكن يبدو أنه لم يكن كتابا خياليا يبدو أن هناك رغبة جنسية لدى والدي وهو كان يشبعها بطريقته ويتعامل معها من خلال مشاهدة الحرائق تستعر العاشر من أكتوبر عام أربعة وثمانين أكثر ما أثبت إدانته أن الكتاب يشرح بالتفصيل المؤلم كيف قتلت جون أربعة أشخاص في متجر الأدوات المنزلية متأكد من أن الجدة والحفيد كانا يظنان أن كل شيء سيكون على ما يرام فهما كانا يتسوقان كما يفعلان عادة ويتحدثان حول شراء المثلجات لم يكن لديهما فكرة بعد أن تحدثنا مع العائلة علمنا أنه كانا يأخذان الصغيرة ذو العامين والنصف للحصول على المثلجات بالنعنع التي يفضلها كما قال في الكتاب من غير المنطقي أن ينخرط أحدهم في فعل كهذا ومجرد تصور ذلك وكم كان مرعبا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين علقوا في الداخل تمكن من قتل أشخاص ما زال هذا أصعب جزء بالنسبة إلي جون كان أكثر مفتعلي الحرائق نشاطا في الولايات المتحدة بناء على تحقيقاتنا فإنما يزيد عن ألفين حريق قد تم إشعالها أظن أنه عندما بدأ بهذه الحرائق كان يلتفت وينظر حوله إلى هؤلاء الناس ويفكر أنا جلبتهم إلى هنا أنا فعلت هذا عندما اتضح أمر هذه القضية كليا أرسلت موجات صدمة خلال مجتمع محقق الحرائق كنت وكأنني أقول يا إلهي لقد صدمني بقوة صدمني كليا خدعني كان هناك عدة مرات وكنت قريبا من إمساكه وكان الأمر يتطلب بضع دقائق لإمساكه مصادفة تأخرت بضع دقائق كنت سأمسكه متلبسا من يعلم ما كان سيفعل هل سيطلق النار علي ليتجنب إلقاء القبض عليه؟ ممكن جدا بالنسبة لعائلة جون لقد عط ثقل ما مر به خلال هذه الفترة كان قاسيا جدا تفوح منك رائحة الدخان لاحظت عليه لمرات عديدة يعود إلى المنزل من مؤتمر في مكان ما وقد أضرب النار في طريقه ليس لديك فكرة عن الحيوان الذي أتعمل معه تفكر لما لم أرى الأمر كما هو تماما في السابق لكن عندما تحب شخصا لا تريد أن ترى ذلك أبدا أدركت أن جون كان شخصا مخيفا علمت بعد المقابلة والحديث مع الـ FBI أن جون كان يلحقني في الحقيقة منذ البداية أحيانا في الحقيقة الكوابيس لا زالت ترودني إلى الآن وطارق الباب في الليل لا زال يأتي لذا أظن أنه سيبقى دائما هناك أن أظن أنني تزوجت بطل البلدة وجلبته إلى أطفالي إلى المنزل وبالنهاية انتهى به الأمر إلى قاتل متسلسل ومفتع الحرائق متسلسلة و... أفكر كيف أن كانني أن أكون عمياء في البداية عندما تم اعتقاله أقنعني بأنه بريء وأنه لم يفعل شيئا وأنها كانت غلطة كبيرة كل شيء كان خطأا كان هناك رجل إطفاء يقوم بإشعال الحرائق وليس هو لم يكن لدي سبب لأشك فيه لقد صدقت كل كلمة قالها لي وبقيت هكذا لوقت طويل جون أور مدان بستة هام متعمدة حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاما في عقلي حقيقة أنا محترقة كليا لن يكون لدي أب أبدا ولن يمشي معي في ممر الكنيسة ولن يكون لدي يوم أب مع والدي لن يكون موجودا لحمايتي لقد ذهب كل شيء في يوم واحد ذهب لقد خانني وطعنني بفعل ما فعله وخان مجتمع الإطفاء بأجمعه وخان أيضا جميع الناس في المدن التي عمل معها أكره هذه الصورة كان وجهه يدل على إعجابه بنفسه لما قد يقوم أحدهم بالتقاط صورة في السجن ويرسلها لأقربائه لكن هذا ما فعله لم أطلب منه ذلك لقد خان الجميع حوله مؤخرا تحدثت مع لوري وقالت لي لقد نجونا وأنا قلت لها فعلنا ما حصلت عليه شخصيا من هذه التجربة هو معرفة أني ناجية من كل هذا الرعب وأنني سأنجو دائما وسوف أساعد كل من هم بجواري وبقربي أولئك الذين مروا بتجربة الناجات مثلي أيضا بعد خمس سنوات من محاولاته المتعمدة لإضرام النار حكم على جون بالسجن لمدى الحياة لقد شهدت حتى لا يحصل والدي على عقوبة الموت وفي ذلك الوقت قمت بذلك لأني كنت مقتنعة تماما بأن والدي كان بريئا ومنذ ذلك الحين أدركت أنه مذنب وأنه قام بخداعي ثانية وفي الحقيقة أنا نادمة على الشهادة لصالحه وأفكر في الحقيقة أنه لو كان طفلي الذي مات في هذه الحرائق التي فعلها ربما لكنت رغبت أن يحصل على عقوبة الإعدام تلك وحقا أنا أشعر بأنه علي أن أصرح بهذا وأعتذر عن ذلك لأني كنت مخطئة وأقول بأني لن أدعمه أبدا بعد اليوم لقد أغضبني جون كان يذهب إلى مسرح الحرائق وأينما أدرم حريقا كان يذهب إلى هناك ليظهر كم كان عظيما وكان يمشي إلى أداة الإحراق كيف لم يستطيعوا؟ إن كنت الشخص الذي فعلها كنت ستمشي إليها أيضا لن يعترف مطلقا لأنه شره ولأن شخصيته شريرة لحد المرض لن يعترف بأي طريقة كانت بأنه من أدرم هذه الحرائق وأنه قتل هؤلاء الناس ولكن تلك البصمة قد أوقعت به وهو تماما حيث ينتمي وحيث يجب أن يبقى مدى الحياة